مقالي ومقاله حليني أما أثبت بقى وأقول لكم الكلمة إيه إحنا المرة اللي فاتت مشينا من هنا وبدأت حكاية آخر الليل إلحق كل كاتب القيعي مفاجأة قوية في الأهل انتظروها خلال ساعات فريخية وغالا تسعد الجماهير وانتظرها العالم العربي والعالم بقت حدوتة وتنفي الناس ما تصدقش الناف الناس مصممة يا جماعة المهندس عدلي في البرنامج ما قالش لا قال يا عم قال فين لا قال وفضلة المسهلة كلها ما عرفش أنام يومية أنا كلمتك قول مرة واحد قلتلك فيه إيه ونس كبيرة احترمة جدا المفاجأة عدلي قلتلك وده أسلوب يا أخوانا أنا بقولي الكلام الغريب ده أنا يعني طب إيه بقى حلنا بما سبت دعا ما لقيت لك لو سابرين بيقول لي إيه انفي قلت له ما أنا حنفي أنا بكلمك عشان أنت تنفي وحكلم جمال جابرة عشان ينفي والراجل عمل مجهود كبير ونفى لكن حلني قال لي حلني يعني قلت له فيه تشنيعة كده يعني يعني طرفة كبيرة جدا بس فيها فلسفة ديك يتقبل عليه على الحدود بين مصر و ليبيا رايح فين يا عبد ديك قالوا له قال لهم أنا لا أنا هربان أنا أنا هربان أنا خاف على نفسي قالوا هربان من إيه قال لهم بيتبحوا الجمال قال لهم الله هو أنت جمل قال لهم حليني على مسبت إن أنا ديك مش جابة التشنيعة في عمق إنك أنت ودي بقى إيه عالي وانعالي وعلامة ترلالي العيار اللي ما يسمش يدوش هم عارفين إنه بيقولوا كلام فارغ وعارفين إنه أحيانا إنه بيبقى مشير للسخرية والضحك وعارفين إنه يجافي المنطق والحقائق ولكن حيسمى عند قطاع هذا القطاع حليني على ما تقنعه وشين من دماغه الأفكار دي زي الحد النهاردة الشحات بمئة وستين مليون يا عم جبتوها منين هو الدولار بكاب حسبوا الدولار بثلاتين جنيه وقتها كانوا متوقعين فالمشكلة إنك أنت يعني مش بقى حليني ده أنت أنت خلاص عملت الراو عملت الدوشة اللي أنت عايزها وخدت عندك قطاع يحب يصدق اللي مش معقول طب مش هتقول إيه المفاجأة بقى هقول لك بينه و بينك يوعد تهضر فادي ونبع إنتا هقول لك قاله يا جماعة أنا اللي عندي حسابات ونبع شخصات أنا اللي عندي حسابات على وسائل التواصل ما عنديش ما عرفش عميلة أنت صورتك بنوارا كل الحسابات صورتي وكلامي وأنا وإنتا في البرنامج وكلام كتير حلو بيتقال على لساننا وهذا الشرف لقى الدعيه لأن في النص بعد الكلام الحلو لقى حيزقه خبر يهز الدنيا وكل خبر كده ونبدأ نخش بقى في الفنكوش ومش الفنكوش إحنا لا بتعفنكوش ولا بنصرح ولا بنوعد بحاجة اللي بيخلص بيعلن بشكل رسمي فمفضلكوا يعني صدقونا مفيش حسابات مفيش إعلانات مفيش كلام من ده ده مش أسلوبنا أو مش أسلوبي آه